سبب وتفاصيل الأبضة على سمية اليامي في مملكة العربية السعودية سمية اليامي تتحرش بطفل عمره 4 سنوات فقط وتقوم بغلق حسابها على تويتر بعد المطالبة بالأبضة عليها أفاد النشاطاء على تويتر أن سمية اليامي قامت بالتحرش بالطفل عمره 4 سنوات علشان كده كنرد الفعل القوي على منصة تويتر وتصدر هشتاج الأبضة على المتحرشة السمية الترند على تويتر خلال الساعات اللي فاتت وكاة استغلت سمية ابن أختها البلغ من العمر 4 سنوات فقط وقامت بتصوير فيديو معاه لحظة التحرش به من أجل المال من أجل المال ارتكبت سمية جريمة في حق طفل بريء لا حول أن لها ولا قوة وهو الدافع وراء المطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي بالأبضة عليها وبعد زيادة المطالبات بالأبضة عليها قامت سمية بإغلاق حسابة على تويتر بسبب المطالبات الكتير بالأبضة عليها وبسبب الهجوم اللي بتتعرض ليه بسبب المحتوى الهوبة اللي بتقدمه إلا أنها تناست أن هويتها تم الكشف عنها من خلال حسابها البنكي وده طبعا هيسهل من إمكانية العصور عليها ومعاقبتها عاقب شديد وفق ما ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر